موسيقى حياكم الله مشاهدين ضيفة فقرتنا الثانية اماراتية سعت لتحقيق حلمها وطموحها في التمييز والريادة عبر مشروع تجاري في مجال الاستشارات وسخرت جميع طاقاتها العلمية والعملية له لتفتح اول مشروع تجاري متخصص في تدريب مهارات الحياة وكيان الفرد بصفتها مدربة متخصصة في هذا الجانب اليوم في استوديو اماسي رحب بالستاذة شيماء الجابري مدربة في التنمية البشرية وصاحبة مشروع لايف كوچ حياة شلا شيماء الله يحيي تبديد شيخة يا مرحبا لايف كوچ مدرب للحياة ترجمة الحرفية ترجمة الحرفية شوي يعني كانت موجبتني صعوبة حقيقة هي ما حصلنا لها يا تقولين مدرب فبتنضمين الى قائمة المدربين يعني اللي موجودين او ان هي تخصصينها شوي انها خاصة في الحياة في مهارات الحياة زي بتعريفتش ليه لايف كوچ ما هو لايف كوچ فيه انواع فيه البزنس كوچ اللي مال ادارة الاعمال فيها انا تخصصية الفردي اللي يعلم الانسان شو هو رسالته في الحياة وكيف يعيش قيمة انا دائما اقول مشاكلنا 99.9 على القول لان نحن ما نعيش قيمنا حقيقة ولا عارفين شو رسالتنا في الحياة صحيح ودائما اقول للناس اللي التيني ان الكوچينج لان الناس اطلق بطما بين الكوچينج والثيرابي ان نحن ازا كوچ او مدربين للحياة ما نعطي حلود نحن نكتشف الحلول مع بعض ما نعطي اجوبة نحن نكتشف الاجوبة مع بعض فهذا الفرق اثناء طبعا يمكن فترة التدريب اثناء التدريب نفسها فهذا اللي يفرق اللايف كوچ من التخصصات الثانية جميل كذلك ايضا اعتقد ان اللايف كوچينج انصح تعبيري له بالتأكيد يعني استشاراتها الخاصة دوراتها التدريبية الخاصة المختلفة عن الدورات الاخرى او المجالات الاخرى او التخصصات الاخرى في التنمية البشرية قائم على شو بالتحديد فيما يخص الدورات شوفي هي دورة اللي خذتها انا هي نوعين من الدورات كلها مالت سنة واكثر الدورة اللي خذتها الاولى ستة شهور كان نظري هنا كان ناخذ اشياء نظرية والستة شهور الثانية كانت عملية وكانت العملية لازم انت انت يتقدمين الجهات انا مختلها من امريكا فلازم انت يتقدمين امية ساعة كوچ مسجلة حيث انهم يسمعونها ويقيمونك عليها بعدين فيه اختبار نظري وبعدين فيه اختبار عملي وفيه اختبار شفوي وان رسبتي ان رسبتي ان رسبتي لان احيانا يعطونك ملاحظة جدا دقيقة ان هل انت اسلوبك كان صحيح في توجيه الكلاينت او في توجيه العميل ولا لا فيعطونك فرصة ثانية ليعادتها جميل فهي الناس تتحران تتخذين كورس مال شهر شهرين او ثلاثة شهور لأ هي عشان انت تكون كوچ حقيقي مرخص ما تقل عن السنة ما تقل عن السنة وطبعا هذا هو يمكن المدة المتعارف عليها او هذي المدة في المعهد اللي انت توجهت لها هي ما بين الستة شهور والسنة هاي المدة المتعارف عليها بس انت حبيت انها تكون يمكن بشكل تأسيسي صحيح فالذلك يمكن خضاعتي لها السنة أنا دائما اقول اذا انت بتاخذ شيء فكنت ادور احسن المدارس اللي موجودة في الكوتش انا وياض اي اذا كانت احسن هالمدارس ويعني المدرسة اللي انا متخارجة منها معتمدينها في هارفد بادي اتطلع يعني بادي اتعطي كوتشنج في هارفد معتمدينها في المجلس التعليم الامريكي ف ف عشان تعطي البست انت تسوين المشروع او تبدين بمشروع لايف كوتش في حدوية شيء ما ممكن تعتمد عليك كثالك ايضا في هذا المشروع في مجموعة وياتش في هذا المشروع ولا انت بروحتش لا حاليا انا بروحي بس اللي اعتمد عليهم حقيقة اجانب يعني الكوتشز اللي كانوا معايا هم اللي ايبهم لاني انا مسوي كذا مشروع فاحيانا احتاج كذا شخص معايا فأييب الاجانب ما شفت لينا احيانا كوتشز ويسعدني اني نشوف كوتشز واتعامل معاهم واتعاون معاهم لكن اتعاون معاهم اجانب حتى الان حتى الان وانا ما زلت اقول نحنا اصبحنا ريم في في حياة سريعة واتمنى كل حد ان محتاجين كوتشز زيادة يعني هذا مش مش حقل انت يعني تبتكون فقط انت متفرد فيه او انت متخصص فيه لا بالعكس واي حد يسألني يقول لي زين شي ما وين نحنا ممكن نكون كوتشز ابدا ما اتوان اني اعطيهم المكان واساعدهم اذا محتاجين مساعدتي اساعدهم ما عندي مشكلة لانه محتاجين محتاجين مدربين حياة واعين لان في نهاية المطاف هذا انسان اللي ياينك او انسان اللي ياينك مأمنتنك او مأمننك على حياته فاذا ما كنت انت واقف على ارضية سليمة وعلى علم ثابت ما بتوجه الاشخاص اللي معاك صحيح وانا دايما اقول كل انسان لها بصمته يعني حتى لو انت يبتل العلم من الخارج الا ما بتسوي له نوع من التأقلم عشان انت يناسبك كعادات وتقاليد انا في سيشناتي دايما نقول لي شيئا نوعا ما انت مينونة في السيشناتي لاني انا يعني الناس اللي يتني وجربتني يحسون اني اقول لفة مواطنتي تسوي فتعرفيني انت يكونين دامجة ما بين التربية الغربية مع متتمعت فتتطع بشيء نوعا ما انا بالنسباري احس يونيك لانا هذا هو أطفالي جميل، الآن طبعاً حلو أن الواحد يحب الشيء الذي يفعله أو مغرم أو عنده شغف بالضبط في الشيء الذي يفعله أساساً أو يمارسه شي ما إذا أنا سألتك هل كل شخص في الحياة يحتاج إلى كوتش؟ أعيد لك السؤال أو أعيد لك الإجابة بطريقة ثانية ماي كوتش يقول لي كل كوتش يحتاج إلى كوتش معناها أن كل شخص يحتاج؟ كل إنسان يحتاج لأنك أنت تعرفين لي أحياناً أنت تحتاج تفرغ من اللي عندك بس خارج إطارك ما تبع الإنسان تصدر عليك الأحكام، ما تبع الإنسان تنظر لك بنظرة وما تبع بعدين ترجع تشوفهم خلاص أنا رتبت حياتي معاك إذا تشال الخير أنت كنت محطة في حياتي ومع السلام ما أريد أرجع لهذه المحطة هذه أغلبية تفكيرنا نحن وخاصة في مجتمعاتنا صعب أن نحن نرجع لناس أو نقعد مع ناس حقيقة قلنا لهم كلمة من حياتنا جزء كبير من أسرار حياتنا لأنك تعرف ما زلنا نحن في مجتمعات تصدر الإحكام بالضبط فأنت تحسين لا، أنا على فضل أن يكون عندي إنسان خارج وأدل يسألون زين شو الفرق ما بين اللايف كوتش والأخصائي النفسي أو الدكتور النفسي أو الطبيب النفسي توني هاي بقول لك أنا دائما نقول نحن كمدربين حياة ما نتعامل مع الناس اللي عندهم خلل نفسي أو أمراض نفسية مثل البايبولر أو شسوفرين أو غيرها من الأمراض النفسية الحمد لله يمكنني لأنني كنت شوي يتعامل مع الناس اللي عندهم أمراض تقدرين تميزين شيء ما إذا يات شخص أنا لأنني عندي دبلوم نفسي فتقدرين تميزين لو يات شخص أن عنده مشكلة نفسية توجهين على طول على طول على طول أوجه للجهات يا مستشفى النفسي عندنا في بوظبيا يا دكاتورا نحن نتعامل معاهم أوجههم وإذا يحتاجون عقب ما هم يمرون الفترة العلاجية صحيح أنا موجودة عندما دائما نقول أنا موجودة بعد الفترة العلاجية النفسية ممكن أن يحتاج إلى شخص يقوده ربما إلى أهدافه يمكن بالفعل ناس وايد عندهم أهداف بس ما تعرف بالضبط أي هدف يتبه تحقق أو كيف تبدأ بتحقيق هذه الأهداف أغلب الناس عندها أهداف بس ما عندها رسالة حياة وهذه المشكلة الكبرى أن كل ما تسأل الإنسان تنزيل ما رسالتك في الحياة قولك أنا أكمل دراسة وأشتغل وأحقق المركز أو كيف تنزيل ما رسالتك في الحياة وبعدين دائما أنا أقول ما هو الرسالة أو القصة التي تبع الناس تذكرك يقوموا أنت تنتقل لحياتك الثانية شغلك بتخليه شهاداتك بتخليها ما هو القصة؟ هذه هي الرسالة الأغلبية شو يجاوبون؟ لا يعرفون أغلبية الناس أغلبية الناس معنى قصة وبعد التدريب أو بعد ما يخضعون مثلا خلنا نقول لي الاستشارة لا الحمد لله يبتدون يعرفون هم وين متوجهين لأن ريم هي رسالة الحياة أنت في مؤسسة الإعلامية اللي عندك عندكم رؤية؟ بالتأكيد عندكم رسالة؟ بالتأكيد عندكم قيم؟ بالتأكيد نعم فكل الإدارات اللي تحت تمشي تحت هذه الرؤية أو تحت هذه الرسالة صحيح أنا دائما أقول الإنسان عبارة عن مؤسسة بحد ذاته أنت الإنسان لازم تكون عندك رسالة؟ لازم يكون عندك أهداف؟ لازم يكون عندك قيم؟ الإدارات اللي تحت الإدارة النفسية إدارة الأسرة إدارة العمل إدارة شو ما كانت؟ إدارة المال شو ما كانت؟ لازم كلها هاي تخضع لهذه الرسالة نحن التحدي اللي واجهنا أن نحط أهداف لكل إدارة بس كل هدف يتضارب مع الهدف الثاني فلا فيه يعني مش ماشين تحت مظلة وحدة نعم اللي هي الرسالة نفسها صحيح أنا يعني وأنت تتكلمين شيء ما كذلك أيضا أطرع بال إن فيه وايد مدربين في التنمية البشرية تختلفون؟ تختلفين؟ شيء ما عن مدرب التنمية البشرية؟ فيه وايد مدربين تختلفين؟ تختلفين؟ هاي كل إنسان أنا دائما أنا أقول لريم الإنسان لح بصمته الشيء اللي عندي يمكن أنا لأنه يبت من برع أستخدمه مع بعد لأني أنا دارسي في المدارس تأملية خمس مدارس تأملية فأستخدم تأملاتي أستخدم مع المطاقة اللي أنا مستخدمت لها فأم سوي كومبنيشن بحيثني أنا أساعد العميل اللي بييني نهاية المطاف أنا وادي يهم الإنسان اللي بييني يوصل لرسالته إن شاء الله عقب سنة هو معايا إن شاء الله عقب ثلاثة شهور إن شاء الله بس أنا موجودة بعلمي كله بكل ما أملك من طاقات أنا موجودة يمكن الشيء الوحيد اللي أنا أرتبط معاهم في حس الأرتباط لأن يحسهم جزء من أسرتي لما تنتهي الأسرة لما تنتهي رحلتهم يكونوا واقفين على ريولهم الله يحفظكم عقلتهم من القلب يدعي لكم ما بنساكم في الصلواتي أبدا بس يسعدني يسعدني اللي أتوفه يرجع يكتب يتواصل يكتب يعني لأنه عندي كتاب يسعدني إن أتوف أحد منهم يعني الله يذكره بالخير كان لح تصريح من فترة في التلفزيون يسعدني أتوفهم الناس لا تعرف أنهم بس أنا يسعدني لأن هاي نجاحاتي أرجع وأقول أن هاي قصتتي اللي أنا عقل ما أنتقل للحياة الثانية هي موجودة ما رد أقول أنه يعني هذا يميزني بس أنا أقول كل إنسان مميز ما في إنسان مش مميز بالتأكيد كل إنسان مميز يمكن أنا لأني شغوفة باللي أنا أسوي أحبه ولأني هاي رسالتي في الحياة فيمكن هذا الشي اللي يميزني هاي هي رسالتي بالنسبة لي مش مهنة مش فقط مهنة كثير كذلك أيضا من اللي يتوجهون الحقيقة لمدرب تنمية بشرية أو لايف كوتشنج أو غيرها يكونوا محبطين وايد شي ما يمكن هذا اللي يخليهم يتوجهون كذلك أيضا لطلب المساعدة وليس العلاج أنا ما أقول علاج أقول لأنه مش علاج مساعدة لأنه مو بعلاج بالفعل يكونوا وايد محبطين من ظروف الحياة يمكن اللي يمرون فيها أو فترة في حياتهم تكون وايد صعبة خلنا أقول إن واحد من هاي للأشخاص أو واحدة توجهت لتشي موهي جدا محبطة في هذه الفترة من حياتها كيف تتعاملين من البداية مع هذا الشخص إلى أن يصل إلى مرحلات اللي تقولي الله روح والألف داعي لك أنا دائماً أقول يومي يوني ما تهمني القصة ويستغربون منه تسمعين أو ما تسمعين ما أعطي مساحة للتفاصيل ما تهمني التفاصيل لا أبداً ما تهمني التفاصيل يعني اللي بتيني مثلاً ما تقول لي حريني مثلاً عرس علي أو عندي دائماً السؤال اللي يطرح نفسه ما القيمة الغير مشبعة هناك أنت من تعرفين شو قيمتش في الحياة وتبتدين تتعاملين مع الأمور القيمة الغير مشبعة القيمة الغير مشبعة مثلاً حرماية نخذ هذا المثل أنا ريلة أمع رساليها إذن عندها قيمة الحب غير مشبعة عندها قيمة الأمان غير مشبعة عندها قيمة الاستقرار غير مشبعة قيمة الأسرة غير مشبعة فأنا أول مرحلة أسويها معلها نكتشف شو قيم الإنسان شو قيم مثلا إيدياني حالثاني هو مش مرتاح في العمل أتي على طول قيمة التقدير غير مشبعة فهي إذن مش المشاكل اللي ياسد ستوي حقيقة هي القيم اللي نحن نفقدها يمكن نعرفها ويمكن ما نعرفها وغير مشبعة فيبتدي يستوي الاصطدام بس أنت من تعرف أن شو القيمة اللي أنت مش مشبعة عندك تبتدي تشتغل على هذه القيمة بحيث أنت تشبعها بنفسك بنفسك بذاتك أو ممكن أنك ترى نحن كبشر ناس اجتماعيين نحب الناس تكون حولنا إذا قدرنا أن الناس اللي حولنا تساعدنا مثلا في وضع هذه الحرمة إذا قدرت تكلم ريلها تقول لها أنا عندي مشكلة في هذه القيمة الغير مشبعة مش لأن أنا أنت عرست أو ما لا نترك هذا أنا أتوقع هذا جزء منه لكن كيف ممكن أنا أشبع هذه القيمة فعندي طرف ثاني ساعدني هذا الطرف الثاني كان بها ما ساعدني أبتدي أنا أشبع نفسي اعتمادي مفروض يكون علي أنا على نفسي مش على الآخرين صحيح إذا أنا خليت سعادتيا إشباع قيمي عند الآخرين إذن أنا دمرت فهي أول وسيلة أنا أبتديها مع الكلينت اللي ييني سواء ريال ولا حرمة نعرف شو قيمك كيف نشبع هذه القيم نعم قدرنا نشبعها مع الآخرين كان بها ما قدرنا إذن أنت الأساس من تبتدي أنت تنظر لها تبتدي أنت تعرفين مثل شو مثل ما أنت تحلق فوق مثل الصقر توصل لمرحلة الرضا خلنا نقول شيمة توصل لمرحلة التسليم واليقين صحيح قمة التسليم واليقين جميل جميلة شو أنا أحتاج أكثر عن شيء بالضبط ومشكلتنا أو التحدي اللي نحن نواجهه أنه يوم نكون في تحديات الحياة ننسى أن نعمل لي عندنا نعم فالركز في الأشياء اللي مش عندنا بالفعل الركز على أشياء ربما شيمة حتى في بعض الناس يأجل سعادته في انتظار أشياء من الآخرين بالفعل بينما ممكن أن يلاقي السعادة عندها موجودة بس هو أصلاً ما بشايفها يعني ما بشايف أنت لو أمنت أن السعادة عندك وأنت اللي تكونها تراها أنت عايش بسعادة بتكون نعم طبعاً أنا للأسف شيء من الحديث وياتش وايد ممتع جميل جداً وأنا أتمنى طبعاً نتكرر هاي الزيارات لأماسي ونتكلم عن كذلك أيضاً يمكن مواضيع أخرى شيء ما طبعاً بس أنا حابة أذكر لسادة المشاهدين اللي حاب أنها يتواصلوا هي شيء ما الخط صغير يا شيء ما الانستجرام شو اسمه الشيمة الشيمة أتمنى تحطونا يا جماعة وينزل على الشاشة وكذلك أيضاً في رقم تريفون اللي بايحفظه 0567110022 بذكره ما أنا ثانية 0567110022 هذا طبعاً يمكن كنوع من أعتقد مو بإعلانه بس الحقيقة شيء ما تستهل لأن بالفعل في الكثير من الأشخاص الحقيقة ما في حد مننا أساساً مو بمحتاج أنت لو يتيني من أسبوعين بس باتشوفين أني كنت في المودة النازل ما في حد حتى مدرب حتى الكوتش نفسه محتاج إلى الكوتش بالفعل أنا سمتعت ويدويات شيء ما لكن مخرجنا يقولي ختمي 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 خلصوا بالحلقة شكراً شايمة حيات شاء الله شيختي الله حيات شايمة شيداً مشاهدين وصلنا لختام أمسيتنا الممتعة لهذا اليوم وأعتبرها جداً ممتعة إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وتابعونا كل يوم في نفس هذا التوقيت سببنا على الف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر